يزداد سوق الأغنام في منطقة البشرية نشاطاً بمدينة أسوان قبيل عيد الأطحى المبارك حيث يأتي المشترون من أماكن متعددة بأسوان ومن خارجها لشراء أضحية العيد سوق الأغنام بالبشرية يعد من أشهر الأسواق وأقدمها حيث تتميز السوق بجودة الأنواع المعروضة التي يقبل على شرائها العديد من المواطنين فيما يتعلق بالأضحية مع اقتراب عيد الأطحى المبارك تشهد أسواق بيع الأضحى والأغنام بأسوان حالة من الاندعاشة في عمليات البيع والشراء ومن أشهر الأسواق لبيع الأضحى منطقة البشيرة والتي تعد أول سوق مصري تستقبل الضأن والأضحى القادمة من خارج مصر من ناحية الجنوب والغنم دي غنم من حلايا بشرتين جايبين هنا ومراعينا في المرعى يعني في المقلين عشاب طبيعية وقدرة بسم الله ما شاء الله وجبناها على عيد الأطحى حتى نسوق نبيح هنا في أسوان إن شاء الله تأكلت ابني برسيم وغلى وبرسيم حجازي قش شغل بنبيع الخروف بسعر كويس مناسب للناس ضحية تمام؟ وإحنا كل سنة نشغلين هنا في الضحية وكل سنة نطيبين وينشط سوق الأغنان بمنطقة البشيرة قبل عيد الأطحى المباركة حيث يأتي المشترون من أماكن كثيرة بمدينة أسوان وخارجها لشراء أضاح العيد ولا يقتصر الأمر في السوق على موسم العيد فقط بل تستمر حركة البيع والشراء على مدار العامة باعتباره أهم برسات بيع الخراف الضأن والمستوردة هنا احنا منطقتنا عندنا خرفان برجي وعندنا مجنس وكرجاو الكلام دي تمام؟ بالنسبة للأسعار أسعار مناسبة وأسعار مناسبة وإن شاء الله بإذن الله ما في زيادة على السنة اللي فاتت يعني اعتبر السعر زي زي السنة اللي فاتت وإن شاء الله بإذن الله الناس كلها تضحي والناس كلها تتبسط وسنة سعيدة إن شاء الله على أمة محمى الجميعا طبعا الضاني مش كله فيه ضاني مصري وفيه ضاني بيأتي من السودان وفيه ضاني بيأتي من مدى الجديد يعني سوق متنوع للضاني جميع أنواع الضاني في أسوان طبعا جميعا بالبهيم البلدية طبعا بالربية هنا في الحوج بتاخد لها 7 شهور 8 شهور عندنا سنة زباينها خاصة ما بتطلعش برا الحوش كبالنسبة للأكل غلى صافي والأحجام طبعا الناس الزباين عارفينها بتاجي يقايم مثلا الخروب بيعمله 90 كيلو 105 100 كيلو لحم صافي بيعمله 50 60 كيلو لحم صافي وفي إطار ضفط الأسواق ومراقبة الأسعار اتخذت الحكومة العديد من الإجراءات لضمان أسعار مناسبة للأضاحي بالإضافة إلى إنشاء 26 شادرا لبيع الخراف الحية تم توزيعهم على 16 محافظة بجانب 1350 مجمع استهلاكي لتوفير اللحمة الطازقة والمبردة للمواطنين خلال عيد الأطحى المبارك